2019年 4月15日至16日在上海 جمع الحدث الذي استمر ليومين أكثر من 140 من المسؤولين الحكوميين والباحثين ورجال الأعمال الصينيين والعرب لمناقشة التعاون الاقتصادي والتواصل السياسي والتبادلات بين مراكز البحوث بين الصين والدول العربية ويعد المنتدى الصيني العربي للإصلاح والتنمية والذي ينظمه مركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية منصة مهمة لتنفيذ إرشادات الرئيس الصيني شي جينبينغ بشأن العلاقات الصينية العربية ومن خلال آلية المنتدى الصيني العربي للإصلاح والتنمية شارك العديد من المواهب ورجال الأعمال والمسؤولين الصينيين والعرب في البرامج التدريبية المختلفة وذكر ليان سونغ مدير مكتب الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية لدينا 167 شخصية من كبار المسؤولين من الدول العربية انضموا إلى برامجنا التدريبية وهم مهتمون بتنمية الصين في مختلف المجالات بما في ذلك التنمية الاقتصادية والاجتماعية ونتبع الآن تعليمات الرئيس شيل لبناء مركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية ليكون منصة تبادل أفكار حول إدارة الدولة وحكمها وإصلاحها وتطويرها وأعتقد أن المركز سيلعب دورا أفضل من خلال الجهود المشتركة من كلا الجانبين هناك تعاون وتنسيق بين الجانبين حول تنفيذ بعض المشاريع المرتبطة بالمبادرة الحزام والطريق لأننا نهدف إلى التعاون الوثيق بين الدول العربية والصين تعاون في مجال السياسي، تعاون في المجال الاقتصادي، تعاون في مجال الثقافي، تعاون في مجال التدريب من خلال هذه المنطدى لتبادل أفكار، تبادل خيبرات، تبادل خيبرات خاصة في حكمها، في تحسين جوة الإقتصادية، وحسن الإدارة مما كانت تقلال أعما والخاصة إيجاد 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 أيضاً ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة